الآن أيضا من الظواهر تعزيز سيادة المرأة والمناداب النسوية وهذه أعتقد أنه كما ترى كثير من النساء في المنطقة تتبنىها وتنادي بها نعم كثير من النساء تتبنىها من غير فهم لها لو فهمت القضية لما رضيت بذلك وكثير من الرجال أيضا ينادون بها والمساواة والمساواة لكن لم يفهموا ذلك تعرف قصة الذي بالبيحاني اليماني رجل من أهل اليمن سأله أحد هؤلاء وكان يناقش معه قضية المساواة بين الرجال والنساء فتركه حتى أطال الكلام وأفض فقال له هل هذا الذي كنت تقول إنه قناعتك قال أنت تخاطبني بالتأنيث أنا فغضب قال أنا رجل قال إذن ردد تعالى نفسي كنتهي الحبار أجبت أفتيت نفسك نعم الهدف منها كما ترى الهدف منها كما ذكرناه هو تفكيك كل الكيانات وكل القوة وكل مصادر القوة لتصنعها من جديد وترتبها ترتيباً آخر ترجمة نانسي قنقر